محاولات لدى مؤسسات الشرعية الدولية لإلغاء القرارات المتعلقة بحق العودة أو المتعلقة بالقدس أو المتعلقة بالدولة الفلسطينية إلى آخره ستجري محاولات لإلغاء كل هذه القرارات علماً بأنه نحن ما لدينا الآن لغاية الآن هو قرار أمريكي وليس لك شيء آخر فيه قرار أمريكي أن تصبح القدس عاصم للكيام وأنه تصفيات القضية والضفة الغربية لكنه هذا قرار أمريكي فقط وبالتالي إمكانية إفشال هذا القرار إمكانية واقعية وإمكانية ستنتج عنها أن تعود الأمور إلى نصابها وهي العودة لقرارات الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني التي لا يمكن المساومة عليها ولا يمكن التنازل عن أي منها على الإطلاق النقطة الثالثة ترسيم التطبيع والتمهيد لعلاقات طبيعية مع الكيام على حساب شعبنا وحقوقه الثابتة والمسلم بها عربيا ودوليا بما في ذلك المحتل من الأرض السورية الجولان والمحتل من الأرض اللبنانية أيضا أيتها الأخوات أيها الأخوة كيف نواجد إن الموقف الفلسطيني الموحد يعتبر أهم عامل في إفشال مؤامرة صفقة القرن وما سيصدر عنه